السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبات وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الألبان مع حضراتكم مهندس محمد الأحمدي موجه أول ألبان بوزارة التربية والتعليم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع حضراتكم المنتجات الدهنية أنا اتكلمت مع حضراتكم قبل كده عن أول منتج من المنتجات الدهنية اللي هو كان القشدة واتكلمت مع حضراتكم الحلقة الماضية عن الزبط والنهاردة إن شاء الله هنتكلم مع حضراتكم عن السمن ونكمل في المسلجات اللبانية ولكن زي ما اتعودت مع حضراتكم إن احنا بنعمل دايما مراجعة عبارة عن مجموعة من الأسئلة على الحلقات الماضية فإن شاء الله النهاردة هنبدأ المراجعة بمجموعة من الأسئلة مهمة جدا السؤال الأول بقول لي أكمل العبارات الآتية مع كتابة العبارة في كراسة إيجابتك العبارة رقم واحد بقول لي واحد يدار الخضاد بسرعة نقطة لفة لكل دقيقة عند صناعة الزبط العبارة مرة تانية بقول لي يدار الخضاد نقطة لفة كل دقيقة عند صناعة الزبط في النقطة ديت حيكون إيه أولاد؟ تمام؟ سمع حد بقول لي خمسين إلى ستين لفة في الدقيقة إذن إحنا بندور الخضاد بسرعة تصل من خمسين إلى ستين لفة لكل دقيقة عند صناعة الزبط تمام؟ طيب العبارة رقم اتنين بقول لي إيه؟ نسبة الدهن في زبط المائدة لتقل عن نقط العبارة مرة تانية بتقول لي نسبة الدهن في زبط المائدة لتقل عن نقط إحنا اتكلمنا الحلقة الماضية عن أنواع الزبط قلت أن أنا عندي ثلاث أنواع من أنواع الزبط عندي زبط المائدة وعندي زبط الفلاحي وعندي زبط الشرج بالنسبة لي الزبد المائدة قلنا لا تقل نسبة الضهن عن كامية أولاد تمام عن 80% يبقى في النقط هنحط كامية أولاد 80% بعد كده السؤال أو النقطة اللي بعد كده بقول لي نسبة الرطوبة في الجبن الطري نقط نسبة الرطوبة في الجبن الطري نقط تمام سامح حد بقول لي 55 إلى 80% يا ميستر فعلاً نقطة الرطوبة في الجبن الطري أولاد بتتراوح من 55 إلى 80% العبارة اللي بعد كده بقول لي أكمل برضو يستعمل في غسيل أسطح أقراص الجبن الجاف بنسبة 1 من 10% بعد كده نقط يعني ايه هو اللي أنا بستخدمه بنسبة 1 من 10% لغسيل أسطح أقراص الجبن الجاف تمام أيها سامح السربات يا ميستر فعلاً في النقطة هنحط إيه أولاد؟ السربات يبقى لو العبارة جات وقال لي يستعمل في غسيل أسطح أقراص الجبن الجاف بنسبة 1 من 10% فأنا بقول له السربات يعني السربات هي اللي أنا بضيفها بنسبة 1 من 10% العبارة اللي بعد كده بتقول لي برضو أكمل تتم صناعة الجبن الموزرلة من لبن نسبة الظهن به نقط ويعامل حراريا نقط تتم صناعة الجبن الموزرلة من لبن نسبة الظهن به نقط ويعامل حراريا نقط تمام يا أولاد؟ يبقى في النقطة الأولى سنقول إيه؟ آه سامح حد بقول لي أن نسبة الظهن في اللبن الداخل في صناعة الجبن الموزرلة 2.3% من 10% تمام؟ ويعامل حراريا نقط يعني إحنا بنعامل اللبن حراريا على درجة حرارة كام يا أولاد؟ تمام سنقولي 65 درجة ما يبقى بيصنع أو بيتم صناعة الجبن الموزرلة من لبن نسبة الظهن به 2.3% ويعامل حراريا على درجة 65 درجة ما ده كان شكل السؤال الأول اللي هو لو جاه في صورة أكمل طيب ممكن يجي يقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ العبارة رقم واحد بيقول لي إيه؟ ركز معاه لا يشترط لا يشترط في الملح الجيد خلوه من أملاح البوتسيوم والمغنيسيوم العبارة مرة تانية بيقول لي إيه؟ بيجي كده في المتحال بيقول لي لا يشترط في الملح الجيد خلوه من أملاح البوتسيوم والمغنيسيوم العبارة دي صح أم لا خطأ يا أولاد؟ تمام سمع حد بيقول لي العبارة خطأ يا مستر فعلا العبارة خطأ يا أولاد طيب ليه؟ لأنه من شروط الملح الجيد خلوه من أملاح البوتسيوم والمغنيسيوم هو هنا في العبارة بيقول لي إيه؟ لا يشترط طبعا لا دي غيرت مفهوم العبارة يا أولاد خلت العبارة في صورة إيه؟ خطأ تمام؟ يبقى لو جات العبارة بالطريقة دي لا يشترط في الملح الجيد خلوه من أملاح البوتسيوم والمغنيسيوم تبقى العبارة خطأ العبارة رقم اتنين بقول لي برضو ده علامة صح تقطيع الخسرة بالسكاكين الأمريكية شرط من نجاح صناعة الجبن الدمياتي ركز معي العبارة بتقول لي ايه تقطيع الخسرة بالسكاكين الأمريكية شرط من نجاح صناعة الجبن الدمياتي طيب وإحنا أصلا يا أولاد بنقطع الجبن الضمياطي بالسكاكين الأمريكية الطولية والعرضية طيب أمال إيه هو اللي احنا بنقطعه بالسكاكين الأمريكية الطولية والعرضية تمام سمع حد بقول يا مستر اللي بنقطعه بالسكاكين الأمريكية هو الجبن الجاف زي تشيدر وزي الرجل إذن العبارة هنا يعتبر عبارة خطأ لأن حالية التقطيع ما بتتمش إلا في حالة الجبن الجاف هنا بقول لي من شروط نجاح الجبن اللي هو الدمياطي تبقى العبارة خطأ بعد كده بقول لي إيه ده علامة صح برضو القجدة الفائرة من الصعوبات التي تعترض عملية الخد ركز معايا بقول لي القجدة الفائرة من الصعوبات التي تعترض عملية الخد العبارة دي صح ولا خطأ يا أولاد تمام سمح حدي بقول لي العبارة صحيحة يا مستر فعلا يا أولاد العبارة صحيحة لأن أنا قلت لحضراتكو الحلقة الماضية أنه عندي من الصعوبات التي تعترض عملية الخد القجدة الفائرة والقجدة النعز تمام يبقى العبارة صحيحة لأن القجدة الفائرة هي أحد الصعوبات التي تعترض عملية الخد بعد كده عندي برضو صح أو خطأ يجرى اختبار الحديد الساخن لمعرفة تمام عملية البسطرة نركز يجرى اختبار الحديد الساخن لمعرفة تمام عملية البسطرة العبارة دي صح ولا خطأ يا أولاد؟ تمام سمح حد بقولي العبارة دي بسطر فعلا العبارة خطأ يا أولاد لأن اختبار الحديد يجرى لمعرفة تمام عملية الشدرانة وليست البسطرة هو هنا حط مكان الشدرانة البسطرة وبالتالي العبارة بتكون يا أولاد العبارة خطأ يبقى هو لو جاء وقال لي يجرى اختبار الحديد الساخن لمعرفة تمام عملية البسطرة تبقى العبارة خطأ يا أولاد لأنه صح أنه هو مكان البسطرة عملية الشدرانة دي كانت مراجعة سريعة بالنسبة للحلقات الماضية ودايما زي ما ركزت مع حضراتكم نركز على الأسئلة التي نقولها مع بعض إن شاء الله النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن المنتج رقم 3 من المنتجات اللي هو الدهنية فهتكلم مع حضراتكم عن السمن السمن ده تالت منتج من المنتجات الدهنية في البداية خالص بنعرف السمن فنقول المقصود بالسمن هو عبارة عن منتج غني في نسبة الدهن المتحصل من القجدة أو من الزبد من طريق عملية الغلق أنا لما عرفت قبل كده القجدة قلت ده منتج لبني غني في نسبة الدهن أنا بأحصل عليه من اللبن ولما جيت عرفتكم الزبد قلت هو عبارة عن منتج لبني غني في نسبة الدهن أنا بأحصل على الزبد من حكتين يا أولاد يا من القجدة يا من اللبن مباشرة عن طريق القربة زي ما قلت الحلقة الماضية النهاردة لما أنا بتكلم عن تعريف السمن فهو عبارة عن منتج لبني غني في نسبة الدهن متحصل عليه يا من القجدة يا من الزبد عن طريق عملية الغلق ده نقصد به تعريف اللي هو السمن طب إيه حصول على السمن يا أولاد عندي طريقتين عندي طريقة الطرد المركزي وعندي طريقة الغلق نركز مع بعض كده في طرق الحصول على السمن عندي طريقتين طريقة الأولى طريقة الطرد المركزي والطريقة التانية وهي شائعة الاستخدام اللي هي طريقة يا أولاد الغلق في الأول هنقول لحضرتك إيه هي خطوات صناعة السمن من الزبد بطريقة الغلي نظام الدفعات يعني لو أنا عند عينة من الزبد وعايز أحول الزبد ده هو ليه سمن إيه هي خطوات صناعة السمن من الزبد بطريقة الغلي نظام الدفعات عندي عدة خطوات يا أولاد أول خطوة من خطوات صناعة السم بطريقة الزبد فحص السم أو فحص الزبد ووزنه خطوة فحص الزبد بعد كده تسييل الزبد بعد كده تصفية الزبد بعد كده غلي الزبد خمسة ترسيب المواد اللادهنية اللي هي المرتا بعد كده ستة فصل السم عن المرتا بعد كده تخزين السم الجزئية دي مهمة جدا خطوات صناعة السم من الزبد بطريقة الغلب نظام الدفعات تم الخطوات يا أولاد وقلت قبل كده يراعى في خطوات صناعة أي حاجة الترتيب فأنا عندي أول خطوة فحص الزبد ووزنه الخطوة رقم 2 تسييل الزبد 3 تصفية الزبد 4 غلي الزبد 5 ترسيب المواد اللادهنية اللي هي المرتا 6 فصل السمن عن المرتا 7 تعبئة السمن 8 ترسيب السمن خلينا نحبوا الراحة ونشوف أول خطوة فحص الزبد ووزنه طبعا أنا في البداية أول ما بأستلم الزبد بأبتدي أعمل عملية فحص للزبد وأبتدي أوزن الزبد وأشوف طعم الزبد وأشوف درجة حموضة الزبد ده بالنسبة لفحص ووزنه رقم 2 عملية تسييل الزبد المقصود بالتسييل وتحول الزبد للصورة السيلة وهنا بنضيف الملح بنسبة 1% بعد عملية التسييل الخطوة رقم 3 تصفية الزبد وهنا بنعمل عملية تصفية للزبد على درجة حرارة 60 درجة ماو 60 درجة إيه أولاد ماو بعد كده الخطوة رقم 4 غلي الزبد في الخطوة رقم 4 جزئية مهمة جدا وأنا عايز حضرتك تركز معايا فيها اللي هي رغوة التسييح وفي حاجة اسمها رغوة التسوي تمام يا أولاد يبقى بالنسبة لرغوة التسييح هي عبارة عن رغوة تزيد شيئا حتى تصل إلى حدها الأعلى ثم تهبت تدريجيا إلى أن تتلاشى ودرجة حرارتها 100 درجة ماو ده إيه أولاد ده حاجة اسمها رغوة التسييح في حاجة تانية اسمها رغوة التسوي أو درجة حرارة أو درجة استواء الإيه أولاد السمن درجة استواء السمن 115 إلى 125 درجة ماو يبقى الخطوة رقم 4 اللي هو غلي الزبت خطوة مهمة جدا وفيها مصطلحين مهمين المصطلح الأول يا أولاد اللي هو رغوة التسييح إيه هو المقصود برغوة التسييح؟ هي عبارة عن رغوة بتزيد شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى حدها الأعلى ثم طهبت خطويا إلى أن تتلاشى ودرجة حرارتها 100 درجة ماو يعني هو ممكن يجي في المتحان ويقول له حضرتك درجة تسييح أو درجة تسييح السمن كام؟ يبقى أنت تبقى عارف أن رغوة التسييح درجة حرارتها 100 درجة ماو طيب درجة استواء السمن درجة استواء السمن يا أولاد 115 إلى 125 درجة ماو تمام؟ بعد كده بنرسب المواد اللادهنية اللي هي المورطة بعد ترسيب المواد اللادهنية 6 اللي هو فصل السمن عن إيه أولاد المورطة بنعمل فصل ليه السمن عن المورطة على درجة حرارة 60 درجة ماو يبقى مهم برضو من حضرتك أن أنت تبقى عارف أن عملية فصل السمن عن المورطة بيتم على درجة حرارة 60 درجة ماوي أن عملية تصفية الزبدي بيكون على 60 درجة ماوي عملية تعبئة السمن يا أولاد على 50 درجة ماوي آخر خطوة خطوة خزين السمن ديت بالنسبة ليه خطوات صناعة السمن من الزبدي هنا السؤال يجي في امتحان آخر العام ويقول لي أذكر خطوات صناعة السمن من الزبدي بطريقة الغالي تمام يا أولاد؟ يبقى أنا عندي كم خطوة؟ عندي 8 خطوات أول حاجة اللي هو فحص الزبدي ووزنه بعد كده تسييل الزبدي بعد كده تصفية الزبدي بعد كده غلي الزبدي خمسة ترسيب المواد اللادهنية ستة فصل السمن عن المورطة سبعة تعبئة السمن تمانية تخزين السمن تمام يا أولاد؟ ثوات صناعة السمن من الزبدي بطريقة الغالي ده شكل الزبدي يا أولاد هنا عملية تقطيع للزبدي والمرحلة التانية بنعمل عملية إسالة للزبدي يعني بنحوله للصورة السيلة يبقى ده شكل تقطيع الزبدي يا أولاد بعد عملية التقطيع في إسالة الزبدي يعني بنحوله للصورة السيلة عشان بعد كده نعمله عملية تصفية وبعد عملية التصفية بنعمل عملية غلي للزبط زي ما حضرتكم شايفين بالزبط كده في بعد كده حاجة اسمها رغوة التسيح رغوة التسيح اللي هي عبارة عن رغوة بتزيد شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى حدها الأعلى ثم تهبط تدريجياً إلى أن تتلاشى وده شكل رغوة التسيح تمام يا أولاد؟ بعد عملية رغوة التسيح بيظهر عندي بقى درجة استواء السمن درجة استواء يا أولاد السمن اللي هو رغوة الاستواء تمام؟ اللي هي مية وخمستان خمسة وعشرين درجة ما وهنا عايز أركز على جزئية مهمة إيه هي؟ في حاجة اسمها رغوة التسيح اسمها رغوة التسوي رغوة التسيح هي اللي حضرتك بتشوفها هي عبارة عن رغوة بتزيد شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى حدها الأعلى ثم تهبط تدريجياً إلى أن تتلاشى ودية أي حاجة ممكن يكون جه في مرة من مرات ويحاول أن هو يسيح الزبد يعني فبيلاحظ كل الكلام اللي أنا بقوله عليه مجموعة من الرغاوي بتزيد لغاية ما تملأ الإناء ثم تهبط تدريجياً إلى أن تتلاشى هنا يا أولاد درجة الحرارة بيكون مية درجة هماء تمام؟ وهنا بيكون السمن لسه ما وصلش لدرجة الاستواء طيب إمتى باع يا مستر حنو الاستواء عند رغوة التسواء أو درجة استواء لإيه أولاد السمن طيب درجة استواء السمن كام؟ اللي هي مية وخمستاشر إلى مية خمسة وعشرين درجة إيه معوي هنا يكون السمن وصل لدرجة الإيه الاستواء بعد عملية الاستواء السمن بنرس بالمواد اللادهنية اللي هي المرتع وبعد كده بنعمل عملية التعبئة على درجة حرارة خمسين درجة ماوي زي ما حضراتكم شايفين بالزبط كده بعد كده عندي حاجة اللي هي مهمة جدا صفات السمن الجيد تمام يا أولاد؟ يعني صفات السمن الجيد أول صفة اللون تاني صفة الرائحة بعد كده تلاتة له قوام مرمل بعد كده أربعة له قوة تحمل للتخزين لمدة طويلة خمسة لتقل نسبة الدهن به عن تسعة وتسعين وخمسة من عشرة في المية ستة له طعم مطبوخ ده بالنسبة لي صفات اللي هي أولاد السمن الجيد يبقى أول صفة اللون بنبص ونلاحظ أن لون السمن بيكون أبيض في حالة اللبن الجاموسي وأصفر في حالة اللبن الباري ده بالنسبة لي اللون بعد كده اتنين اللي هو الرائحة له رائحة نظيفة بعد كده تلاتة له قوام مرمل وده بيكون على درجة حرارة عشرة إلى عشرين درجة ماء أربعة له قوة تحمل للتخزين لمدة طويلة بعد كده خمسة لا تقل نسبة الدهن به عن تسعة وتسعين وخمسة من عشرة في المنزل بعد كده له طعم مطبوخ هنا السؤال يا أولاد بيجي في الامتحان بيقول لي أذكر صفات السمن الجيد لما يجي السؤال بالشكل ده يبقى احنا هنقول له الست صفات دي اللي هو اللون بيكون أبيض في حالة اللبن الباري وأصفر في حالة أبيض في حالة اللبن الجاموسي وأصفر في حالة اللبن يا أولاد الباري أما بالنسبة لي الرائحة له رائحة نظيفة اتنين له قوام مرمل والقوام المرمل ده يا أولاد بيكون على درجة حرارة عشرة إلى عشرين درجة ماوي له طعم مطبوخ تمام له قوة تحمل للتخزين لمدة طويلة لا تقل نسبة الضهن عن تسعة وتسعين وخمسة من عشرة في المية ده يا أولاد صفات السمن الجاية بعد كده عندي عيوب السمن عندي بالنسبة ليه عيوب السمن عندي عدة عيوب العيوب الأول اللون الغامق وبعد كده العيوب الثاني اللي هو اللون الغريب ثلاثة رائحة السمن الني أربعة الروائح العريضة مثل الجاز والدخان خمسة الرائحة الزنخة زي ما اتعودت مع حضرتكم احنا بنكتب العيب وبعد كده بنكتب السبب فأنا عندي خمس عيوب بالنسبة للسمن العيب الأول اللي هو اللون الغامق بعد كده اللون الغريب العيب ثلاثة رائحة السمن الني أربعة الروائح العريضة مثل الجاز والدخان خمسة رائحة الزنخة ده بالنسبة ليه يا أولاد العيوب طب يلا لما نشوف الأسباب بالنسبة ليه العيوب الأول اللي هو اللون الغامق وده سببه زيادة عملية الغالي زيادة عملية الغالي هتدي الغامق بعد كده اللون الغريب واللون الغريب ده سببه التلوث بأثار المعادن حصل عملية التلوث بأثار المعادن وبالتالي إده اللون الغريب ثلاثة رائحة السمن الني وهنا بيكون سببه عدم تمام عملية الغالي يعني هو لسه مرحب لدرجة الحرارة اللي هي 115 إلى 125 درجة ماوي وبالتالي بيدي رائحة السمن اللي هي أولاد الني بعد كده الروائح العريضة مثل الجاز وده سببه إن احنا بمستخدم وسائل تسخين بداية فاستخدام وسائل التسخين البيدائية ده بيدي الروائح العريضة مثل الجاز والدخال خمسة الرائحة الزنخة وانا قلت لحضرات أي رائحة زنخة بيكون سبب هذه الرائحة هو تحلل الدهن بإنزيم الليبيز يعني الدهن بيكون حصله عملية تحلل عن طريق إنزيم الليبيز وبالتالي بيدي الرائحة الزنخة هنا السؤال بيجي فيه متحان آخر السنة بيقول لي إيه علل اللون الغامق في السم هو سبب اللون الغامق في السمن يا أولاد فإحنا بنبص كده ونشوف نقول إن سبب اللون الغامق هو زيادة عملية الغالي طب فرضا نجيه وقال لي عمل الرائحة الزنخة في السمن يبقى إحنا برضو هنقول له إن الرائحة الزنخة سببها هو تحلل الدهن عن طريق إنزيم الله يبيز تمام يا أولاد طيب لو قال لي علل الرائحة أو اللون الغريب في السمن أيه هو سبب اللون الغريب في السمن يا أولاد سن التلوس بأصار المعاد ده بالنسبة ليه عيوب يا أولاد السمن بعد كده عندي المواصفات القياسية للسم المواصفات القياسية للسم عندي عدة مواصفات بالنسبة للسم فنحنا بنقول إيه السمن يا أولاد هو الناتج من القشدة أو من الزبد بعد التخلص من أكبر كمية من الماء أو بعد التخلص من جميع المواد اللادهنية تمام؟ ده أول صفة من المواصفات القشدة للسمن إن السمن دهوت لازم يكون ناتج من يا القشدة يا الزبد بعد ما تخلص من أكبر كمية من المواد اللادهنية تمام يا أولاد؟ طيب بعد كده لا تقل نسبة الدهن في السمن عن 99% ده صفة من المواصفات القياسية للسمن لا تقل نسبة الدهن عن 99% طيب ده حاجة الحاجة الثانية لا تزيد درجة الحموضة عن 10 درجات ده برضو من ضمن المواصفات القياسية للسمن برضو من ضمن المواصفات القياسية للسمن يا أولاد إن يتعبئة السمن في عبوات وهذه العبوات تكون محكرة القفل ويكتب عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية دي كلها مواصفات قياسية للسمن بمعنى لو جه مورد أو جه عميل من حضرتك كمية من السمن وقال أنا عايز السمن دي تكون مطابقة للمواصفات القياسية يعني إيه يا أولاد مطابقة للمواصفات القياسية يعني الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها يجب أن تتوافر في السمن زي ما قلت كده هو هو ناتج من الزبد أو القشدة بعد إزالة جميع المواد غير الدهني وأنه هو يكون خالي من عيوب المظهر والطعم واللون ثلاثة لا تزيد درجة الحموضة عن عشر درجات بعد كده أربعة لا تقل نسبة الدهن عن تسعة وتسعين في المية بعد كده عن دي خمسة يعبأ في أواني نظيفة محكمة القفل ويكتب عليها النوع والوزن وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ممكن يجي يقول لي ضع علامة صح أو خطأ من المواصفات القياسية للسمن الجيد لا تقل نسبة الدهن عن تسعة وتسعين في المية العبارة دي صح ولا خطأ يا أولاد تمام سمع حد بقول لي العبارة صح يا مستر فعلا يا أولاد العبارة صح لأن من المواصفات القياسية للسمن لا تقل نسبة الدهن عن تسعة وتسعين في المية طيب ده كان بالنسبة لي المواصفات القياسية للسمن الجيد بعد كده عندي علاج السمن التالف نعالج السمن التالف إزاي يا أولاد أنا بأتم عملية غلي السمن الزنخ بعد خلطه بلبن رائب أو زبادي نعدل 2 كيلو جرام زبادي لكل 50 كيلو جرام سمن وبعد كده بنعد تسييح السمن مرة أخرى وبيتم فصل المرتى والطريقة دية بتعتبر هي أفضل الطرق أو أكثر الطرق شيوعا واستخداما تمام يا أولاد؟ ده بالنسبة لي علاج السمن اللي إيه التالف وأنا عايز أركز معاكم شوية في علاج السمن اللي إيه التالف يعني السمن أول ما بيظهر عليه علامات فساد يعني أنا ما بستناش حتى وصول السمن إلى مرحلة الفساد لأ أنا بأبتدي أعالج السمن التالف عند ظهور بدايات عوامل أو مظاهر الفساد فالطريقة اللي هو الرائحة بتعته بيكون رائحة غير مرغوبة وأبأعيد تسخينه مرة أخرى وبنضيف معدل 2 كيلو جرام لبن رائب أو زبادي لكل 50 كيلو جرام سمن بمعنى لو أنا عندي 100 كيلو سمن والسمن ده ظهر عليه بعض مظاهر الفساد فأنا حضيف 4 كيلو جرام زبادي أو 4 كيلو جرام لبن رائب تمام يا أولاد وأعيد تسخين أو تسيح السمن مرة أخرى طيب فايدة اللبن الزبادي أو اللبن الرائب إيه؟ اللبن الزبادي أو اللبن الرائب اللي أنا أضفته ده حيعمل على اكتساب الروائح الغير مرغوبة وفي النهاية حيتحول لبن مرة وبالتالي أعيد تسيح السمن تاني وأحصل على سمن جيد مفوش أي مشاكل ولكن الطريقة دي طريقة كويسة جدا وفي أكثر الطرق استخداما ولكن تستعمل مع السمن يعني اللي هو بدأ عليه مظاهر الفساد تمام يا أولاد؟ ده يجب لي علاج السمن التالف يبقى احنا بنعالج السمن التالف بإعادة تسيحه مرة أخرى وإضافة لبن رائب أو زبادي بمعدل 2 كيلو جرام لبن زبادي أو لبن رائب لكل 50 كيلو جرام سمن تمام يا أولاد؟ بعد كده عندي غش الآيه؟ غش السمن احنا اتكلمنا قبل كده عن غش الزبط وقلت إن الزبط بيتم غش الزبط ببعض الطرق زي حشو الزبط بيه بعض المواد الغريبة زي البطاطس ومزج الزبط بيه دقيق الدرة وخلط الزبط بيه دهون نباتية وزيادة نسبة الرطوبة وزيادة نسبة الملح دي كانت طرق غش الزبط بالنسبة بقى لطرق غش السمن هي طريقة واحدة بالزبط اللي هو خلط السمن وهو سائل بيه الدهون النباتية يعني أنا بعض التجار غش السمن يعني بيخلط السمن وهو سائل بيه دهون نباتية أخرى ده بالنسبة ليه غش الزبط غش الزبط بعد كده عندي المسلجات اللبنية نركز كده مع بعض أنا كده خلصت مع حضراتكو المنتجات الدهنية فاتكلمت مع حضراتكو عن 3 منتجات دهنية اتكلمت مع حضراتكو عن القشدة واتكلمت مع حضراتكو عن الزبط واتكلمت مع حضراتكو عن السمن كده احنا يعتبر خلصنا المنتجات الدهنية هندخل فيه منتج أخير وهو المسلجات اللبنية في البداية خلصنا عايزين نعرف ايه هو المقصود بيه المسلجات اللبنية المسلجات اللبنية يا أولاد هي عبارة عن منتجات غزائية مجمدة بالتبريد مع الخفق وتصنع من مكونات اللبن مضاف إليها محليات سكرية ومواد مسبتة ركز معي المسلجات اللبنية هي عبارة عن منتجات غزائية طيب هي منتجات غزائية ليه؟ لأن هي أصلا بتصنع من مكونات اللبن واللبن زي ما احنا عارفين بيحتوي على مكونات كبرى ومكونات صغرى قولي قبل كده المكونات الكبرى لأولاد زي المية والدهن والبروتين سكر اللاكتوز الأملاح المعدني طيب العناصر أو المكونات الصغرى زي الفيتامينات الصبغات الإنزيمات الغزاة تمام؟ فكون إن أنا أصنع المسلجات اللبنية من اللبن معنى كده إن القيمة الغزائية للمسلجات اللبنية هتكون عالية علشان كده نتكلم عن تعريف المسلجات اللبنية بقول إيه يا أولاد بقول هي عبارة عن منتجات غزائية مجمدة بالبريد مع الخف وتصنع من مكونات اللبن مضاف إليها محليات سكرية المحليات السكرية يا أولاد اللي هو عبارة عن السكر إحنا بنضيف السكر للمسلجات اللبنية والسكر بيعطي المسلجات اللبنية الطعم الحال بعد كده بنضيف حاجة اسمها مواد مسبتة زي بودرة الجيلاتي تمام؟ أو المسبت يعني علشان يدي القوام المتماسك ده بالنسبة لي المقصود بالمسلجات اللبنية تمام يا أولاد؟ طب لو جهو قال لي إيه هي القيمة الغزائية للمسلجات اللبنية الغزائية للمسلجات اللبنية أنا لسه أقول لحضرتك أن المسلجات اللبنية مصنعة من مكونات اللبن يعني فيها ضهن وبروتين وسكر لكتوز وأملح وفيتامينات وصبغات وهكذا تمام؟ فلما نيجي نتكلم عن القيمة الغزائية للمسلجات اللبنية هنقول أن هي بتحتوي واحد تحتوي على المواد المولدة للطاقة الحرارية مثل الضهن دي واحد طب اتنين تحتوي على المواد البنائية مثل البروتين تمام؟ تلاتة تحتوي على الأملاح المعدنية تمام؟ بعد كده تحتوي على الفيتامينات سواء كان فيتامينات زائبة في الدهن أو فيتامينات زائبة في الإي أولاد في الماء تمام؟ بعد كده برضو تمتاز بالطعم المنعش أو بالطعم المرغوب الأيس كريم أو المسلجات اللبنية تمتاز بالطعم الإي أولاد بالطعم المخبول ده بالنسبة للقيمة الغزائية للمسلجات اللبنية يبقى لهؤلاء في الامتحان إيه هو المقصود بالمسلجات اللبنية هنقول المسلجات اللبنية هي عبارة عن منتجات غزائية مجمدة بالتبريد مع الخفق وتصنع من مكونات اللبن مضاف إليها محليات سكرية ومواد مسبت طب إيه هي القيمة الغزائية للمسلجات اللبنية تحتوي على المواد المولدة للطاقة الحرارية مثل الدهر تحتوي على المواد البنائية مثل البروتين تحتوي على الأملاح المعدنية تحتوي على الفيتامينات الزائبة في الدهن وكذلك الفيتامينات الزائبة في الماء تمتاز بالطعم المقبول طيب المسلجات اللبنية تم تقسمها لتلات فئات المسلجات اللبنية تم تقسمها لتلات فئات تمام ده بالنسبة للقيمة الغزائية القيمة الغزائية للمسلجات تحتوي على المواد المولدة للطاقة الحرارية مثل الدهر تحتوي على المواد البنائية مثل البروتين تحتوي على الفيتامينات الزائبة فيه الضهن والمية تحتوي على الأملاح المعدنية مثل الكاليسيوم والفسفور تحتوي على الصورة تحتوي على الطاقة يا أولاد تحتوي على المثبتات كالجيلاتين هنا زي ما قلت لحضراتكم السؤال ييجي فيقول لي عرف المسلجات اللبنية ثم اذكر القيمة الغزائية لها تمام بعد كده تقسيم المسلجات اللبنية هنا قسموا المسلجات اللبنية لثلاث فئات الفئة الأولى مسلجات قجدية مصنعة من منتجات لبنية الفئة الثانية يا أولاد مسلجات قجدية نباتية الضهن الفئة الثالثة شربت أيس كريم ودية بتكون مصنعة من عصير الفكهة المضاف له جوامد لبنية وهنا إدانا بعض الأمثلة لثلاثات الفئة الأولى الفئة الأولى اللي هي مسلجات قجدية مصنعة من منتجات لبنية زي إيه بقى? زي مسلجات قجدية سادة وعندي مسلجات قجدية بالفكهة وعندي مسلجات قجدية بالبيض والفكهة وعندي مسلجات قجدية بالمكسرات عندي مسلجات قجدية بالبسكويت تمام يا أولاد؟ يبقى ده بالنسبة لتقسيم المسلجات اللبنية يبقى هنا تم تقسيم المسلجات اللبنية لثلاث فئات مسلجات لبنية قجدية مصنعة من منتجات لبنية مسلجات لبنية قجدية أو مسلجات لبنية قجدية من نباتية الدهن الفئة الثالثة اللي هو شربة أيس كريم ودية بيكون مصنعة من عصير الفكهة بالنسبة للفئة الأولى تم تقسيمها لعدة أنواع مسلجات قجدية سادة مسلجات لبنية بالفكهة مسلجات لبنية بالبيض مسلجات لبنية بالبيض مسلجات لبنية بالمكسرات مسلجات لبنية بالبسكويت تمام يا أولاد؟ ده بالنسبة لأنواع المسلجات اللبنية وده شكل للمسلجات القجدية بنكهات مختلفة زي ما حضراتكم شايفين هنا فيه الككاو فيه هنا المنجة فيه هنا اللي هو الطبيعي أبيض تمام؟ ده بالنسبة للمسلجات قجدية بنكهات مختلفة فيه عندي برضو مسلجات قجدية في الفكهة طبعاً فكهة زي الفراولة زي اللي هو المنجة كل ديت بنطعم الأيس كريم بالمسلجات اللي هي القجدية بأنواع مختلفة من الفكهة برضو ده شكل للمسلجات بالبسكويت وده أحد أنواع الفئة الأولى اللي هي المسلجات القجدية المصنعة من المنتجات اللبنية بعد كده عايزين نتكلم عن الدور التكنولوجي لكل مكون من مكون المسلجات تمام يا أولاد؟ فأنا عندي المسلجات اللبنية بتتكون من عدة مكونات بتتكون من الدهن بتتكون من الجوامد اللبنية اللادهنية بتتكون من السكر فاحنا عايزين نتكلم عن الدور التكنولوجي لكل مكون من مكونات المسلجات اللبنية فأول مكون من المسلجات اللبنية وهو الدهن في الأول خالص احنا عايزين نعرف نسبة إضافة الدهن بالمخلوط كام هنا نسبة إضافة الدهن بالمخلوط 10 إلى 15% طيب إيه هو الدور التكنولوجي للدهن أو إيه هي أهمية الدهن يعني له ثلاث أهمية أول حاجة بيحسن قوام المسلج لبن لحسن قوام المسلج اللبن بعد كده إعطاء المنتج الطعم القشدي ثلاثة زيادة مقاومة المنتج للإنصهار ده بالنسبة لأول مكون من مقونات المسلجات اللبنية اللي هو الدهن هنا بقى ممكن يقول لي إيه أذكر الدور التكنولوجي لكل من ويقول لي مثلا الدهن يبقى حضرتك لازم تبقى عارف من الدور التكنولوجي أو أهمية الدهن بتنحصر فيه التكنول أول حاجة إنه هو بيحسن قوام المسلج اللبني بيخلي قوام المسلج اللبني قوام ناعم وإعطاء المنتج الطعم القشدي طبعا لإنه الدهن يعتبر هو مكونات اللبن وبالتالي بيعطي الأيس كريم الطعم القشدي وفي نفس الوقت بيحسن قوام المسلج اللبني وثالث حاجة بيزود مقاومة المنتج لعملية الإنصهار ده بالنسبة لي الدهن يا أولاد بعد كده تاني مكون من مكونات المسلجات اللبنية هو الجوامد اللبنية اللادهنية الجوامد اللبنية اللادهنية إيه هي أهمية الجوامد اللبنية اللادهنية برضو واحد بيحسن تركيب الأيس كريم يحسن تركيب الأيس كريم ثلاثة زيادة قابلية المخلوط للخفق يبقى بالنسبة لي الجوامد اللبنية اللادهنية إنه هو بيزود المخلوط لعملية الإنصهار ده بالنسبة لي تاني مكون من مكونات المسلجات اللبنية اللي هو الجوامد اللبنية اللادهنية بعد كده ثالث مكون من مكونات المسلجات اللبنية وهو السكر مهم خالص بقى إن حضرتك تبقى عارف إن السكر نسبة إضافة السكر 10 إلى 18% مية السكر إيه ميته أو الدور التكنولوجي بتاعه إنه هو بيدي مخلوط الأيس كريم الطعم الحلو بيعطي مخلوط الأيس كريم الطعم اللي يا أولاد الحلو تمام يا أولاد ده بالنسبة لي السكر كثالث مكون من مكونات المسلجات اللبنية أربعة حاجة أصبح المسبتات مهم برضو إن حضرتك تعرف نسبة إضافة المسبتات 2 من 10 إلى 4 من 10% 2 من 10 إلى 4 من 10% طيب إيه هي أهمية المسبتات في عدة أهميات بالنسبة لي المسبتات 1 زيادة لزوجة المخلوط يبقى 1 زيادة لزوجة المخلوط 2 ثبات القوام ثبات القوام زيادة قابلية المخلوط للخف زيادة قابلية المخلوط للخف يبقى رابع مكون من مكونات المسلجات اللبنية هو المسبتات المسبتات مهم خالص النحوة تعرف إن نسبة إضافة المسبتات 2 من 10 إلى 10% طيب إيه هي أهمية المسبتات 1 ثبات القوام 1 2 زيادة لزوجة المخلوط 3 بعد كده زيادة قابلية المخلوط لعملية الخف وزيادة قابلية المخلوط للخف دي حاجة مشتركة في الجوامد اللبنية اللدهنية ومشتركة في المسبتات ومشتركة في المستحلبات تمام يا أولاد هنا في جزئية مهمة جدا بالنسبة للمكونات اللي هو أحد المكونات صناعة المسلجات اللبنية بيجي دايما في الامتحان ويقول لي إنه بيضاف السكر عند صناعة مخلوط الأيس كريم بنسبة نقط في المية تمام يا أولاد يبقى لازم حضرتك تبقى عارف إنه إحنا بنضيف السكر بمعدل 10 إلى 18 في المية ده عند صناعة المسلجات اللبنية آخر المكون من مكونات المسلجات اللبنية وهو المستحلبات وهو الإي أولاد؟ المستحلبات طيب نسبة إضافة المستحلبات كام؟ 3 من 10 في المية إلى 5 من 10 في المية ركز معاه المسبتات نسبة الإضافة كان 2 من 10 إلى 4 من 10 في المية طيب المستحلبات 3 من 10 إلى 5 من 10 في المية مهم ما خلص النسب يا أولاد إنه إحنا نعرف النسب دي تمام؟ طيب السكر نسبة إضافته 10 إلى 18 في المية طيب الدهن نسبته في المخلوط كام؟ 10 إلى 15 في المية مهم إنه إحنا نعرف النسب دي كلها طيب آخر مكون وهو المستحلبات قلت إن المستحلبات نسبة الإضافة 3 من 10 إلى 5 من 10 في المية تمام يا أولاد؟ طيب إيه أهمية المستحلبات أو الدور التكنولوجي للمستحلبات؟ أول حاجة زيادة الريع بتزود الريع وتاني حاجة بتزود قابلية المخلوط لعملية الخفر طبعا موضوع الريع هنتكلم فيه دلوقتي مع بعض ولكن عايز أوضع أن أنا عندي ريع في الزبط وعندي ريع في المسلجات اللبنية تمام يا أولاد؟ يبقى إحنا عايزين نركز مع بعض علشان لو جه في الامتحان يقول لي عرف الريع هو هيحدد لحضرتك الريع في إيه؟ يعني هو مثلا حييجي يقول لحضرتك عرف الريع في الزبط أو حيقول لحضرتك عرف الريع في المسلجات اللبنية إحنا قبل كده تكلمنا عن تعريف الريع في الزبط والفرق بين كمية الضهن في اللبنة والقشدة وكمية الزبط اللي إيه؟ الناتل ده الريع في الإيه يا أولاد؟ في اللي هو الزبط ولكن الريع في المسلجات اللبنية هو عبار عن مقدار الزيادة في حجم مخلوط الأيس كريم عن الحجم الأصلي أثناء عملية الخف نظرا لدخول الإيه؟ يبقى الريع في المسلجات اللبنية هو عبارة عن مقدار الزيادة في حجم مخلوط الأيس كريم عن الحجم الأصلي نتيجة دخول الهواء أثناء عملية الإيه يا أولاد الخفق ده كان تعريف الريع في المسلجات اللبنية بكده يكون أنا اتكلمت مع حضرتكو النهاردة عن تالت منتج من المنتجات الدهنية اللي هو السم واتكلمت مع حضرتكو عن المسلجات اللبنية عرفنا المسلجات اللبنية يا أولاد مع بعض واتكلمنا عن القيمة الغذائية للمسلجات اللبنية وتقسيم المسلجات اللبنية وأخيرا اتكلمت مع حضرتكو عن الدور التكنولوجي لكل مكون من مكونات المسلجات اللبنية بكده يكون أنا مع حضرتكو نهاية حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة